مشاهدين الكرام هنا في مدير أدنهم شرق العاصمة صنعاء وتحديدا في جبال يام تدور معارك شرسة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومليشيات الحوطي وصالح كما تسمعون نفذ الجيش الوطني هجوم على هذه التبة وهي التبة الحمراء آخر جبال الميمنة المطلة على قرية الضبوعة وعلى قرية الحول يثقتم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بوتيرة عالية لتحرير ما تبقى من السلسلة الجبلية في جبال يام وهو جنود الجيش الوطني في أعالي تلك التبة الحمراء يثقتم الجيش الوطني ويحرر هذه الجبال المطلة على قرية الحول كما أشرنا وقرية الضبوعة ومعنا هنا أحد جنود الجيش الوطني ليحدثنا عن هذا الانتصار وهذا التقدم كيف تم التقدم اليوم وكيف معنويات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا في مديرية نهم الحمد لله ولن نشكركم على حضوركم وتغذيتكم هذه المهمة أولا بدأت المهمة فجر اليوم وتوكل على الله الجيش الوطني المقاومة الشعبية وقاموا بتنفيذ هذه المهمة وبعون الله وتوفيقه تم التقدم إلى التبة الحمراء وتم تطهيرها وهناك خلف التبة الحمراء لازالت جيوب تقاوم وسيتم تطهيرها إن شاء الله في خلال الساعة القادمة بإذن الله هل سيتم التقدم إلى مشارف مديرية أرحب سمعنا أن ضبوعة تحادي قرى مديرية أرحب هل سيتم التقدم ودخول أولى قرى مديرية أرحب أولا التقدم سيكون في كل شبر من أراضي الجمهورة اليمنية ولن يتأخر ولن يتوقف هذه مسألة التقدم أشياء تعود إلى القيادة العسكرية في الجيش الوطني ولا شك أن هناك أمر بالتقدم بلا غير رجعة في مسألة تحرير الوطن من الإنقلاب ومن الحوثين كذلك إذن كما تشاهدون أعزائنا المشاهدين مدفعية الجيش الوطني تطهر ما تبقى من الجيوب هنا في التبة الحمراء لا زالت الميليشيات تقاوم من بعض التباب هنا ولا زالت جنود الجيش الوطني بوتيرة عالية يصعدون إلى هذه الجبال الشاهقة والمرتفعة والوعرة في مديرية نهم يتقدم الجيش الوطني ويحرر كل يوم جبال وها هي آخر جبال الميمنة تسقط في يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب من الصفوف الأولى هنا في جبال الميمنة نهم صنعاء اشتركوا في القناة شكرا